السلام عليكم بخوتي تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ابلا منسى وخوتنا الليف الغربة موضوع اليوم راح نتكلم عن اللاعب ايضا اه تألق في سماء الكرة الاوروبية هذا اللاعب اللي اه برز في دور ابطال اوروبا هذا الموسم وايضا في ناديه وفي البوندس ليغا في نادي بوروسيا مونشن غلادباخ طبيعة ها هو رامي بن سبعيني رابي بن سبعيني اللي اه اجتاز مرحلة صعبة صعبة جدا اه في المنتخب الوطني وايضا في اه في ناديه الاول مونبيلي وكانت فترة صعبة رابي بن سبعيني لما كان يلعب كمدافع محوري ارتكب بالعديد من الاخطاء وهذه واضحة وخلات ايضا الجماهير الجزائرية لتنتقد رابي بن سبعيني الى درجة السخرية من رابي بن سبعيني ايضا رابي بن سبعيني لما كان لاعب محوري في الدفاع المنتخب الوطني وفي ناديه مونبيلي قلتها ونعودها ارتكب بالعديد من الاخطاء من بينها خطأ الجسيم ضد المنتخب لكن هذا الامر لم يجعل رامي بن سبعيني يستسلم بل بالعكس واصل العمل تاعه واصل المثابرة تاعه الامر اللي اه خليه يتطور خاصة بعد اه قدومه ليران وبعد اه بطلب من اه قور كيف وبعد تغيير منصبه الى منصب المدافع المحوري الى منصب الظاهير الايصار هنا بدأت الانطلاقة هنا بدأت انطلاقة رامي بن سبعيني في مركز الظاهير الايصار هنا بدأ نوعا ما شيئا فشيئا بدأ يتأقلم رامي بن سبعيني في المركز الجديد مركز ظاهير الايصار من بعدها رامي ابدأ اه بدأت اخطأ تقل نوعا ما خاصة اه في مركز ظاهير الاسر بدأت تقل وبدأ يطور نوعا ما في المستوى تاعه من بعدها رامي بن سبعيني اه راح على الى الدوري الالماني الى البوندس ليغا بالضبط في نادي بروسيا مونشن جناح ايصر من المستوى العالي رامي بن سبعيني اللي اه لما انتقل الى بروسيا مونشن جراد باخ وبدأ يلعب في الظاهير الايصر قيمة التسويقية تاعه ارتفعت ايضا لما راح من نادي ليرس البلجيكي الى نادي مونبلي كاعارة من بعدها كان اه من مونبلي الى ران بقيمة حوالي اثنين مليون اورو حوالي اثنين مليون اورو اثنين مليون اورو من بعدها اه من ران الى مونشن جلاد باخ ارتفعت القيمة نوعا ما فاصبحت ثمانية مليون اورو الان رامي بن سبعيني ورغم جائحة كورونا يساوي خمستاعش مليون اورو قليل نوعا ما بشيء اللي قدمه رامي لو لا كورونا كان رامي ممكن يكون في حدود الخمسة وعشرين او ثلاثين مليون اورو اقل شيء رامي ينقصه حاجة واحدة فقط تنقص رامي حاجة واحدة فقط او شيء ينقص رامي شيء واحد فقط ينقص رامي شيء واحد فقط الا وهو العمل الكورات العرضية الحاسمة وايضا امداد امداد بالكورات الى المهاجمي الشق الهجوم هذا ما ينقص فقط رامي دفاعيا طوب دفاعيا والظاهر كظاهر ايصر طوب لكن ينقص فقط رامي اعطاء المهاجمين كورات اه وتوزيعات ويصبح رامي ظاهير ايصر عالمي بالامس ضد مقابلة لفاز بها قلد باخ بسوداسية وسجل منها هدف رامي بن سبعيني مواصلة لمستواه التصاعدي من مقابلة الى اخرى وهذا ما يبين ان رامي راه في تطور تطور ملحوظ 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 اذا رامي بن سبعيني بعد مقابلة اه شخطار لسجل فيها الهدف اه اصبح في رسيده هدفه شيء رائع حقيقة اتبناه للتوفيق لي رامي بن سبعيني ومزيد من التألق في قادم المقابلات الامر اللافت للانتباه انها قلتها ونعودها رامي نحن ولسنا ضده بالعكس ممكن كنا انتقدناه مثل ما انتقدت منتقداته كل جماهير جزائرية خاصة لما كان يلعب كوسط اه كمدافع محوري وهذا امر واضح كان يرتكب العديد العديد من الاخطاء لكن رامي لما غير المنصب بتاعه الى منصب ظاهر ايسر بدأ في التحسن خاصة راحيله من رين الى قلادباخ بدات الثيمار تبين وبدأ العمل ليبين انتع رامي بن سبعيني خاصة اه نعرف الالمان يعني مستوى اه مرتفع وخاصة العمل بدني اه الانضباط تاكتيكي امور هذية يركزون عليها بكثرة في خاصة الالمان والدوري الماني اذا رامي بن سبعيني بتمنونه كل توفيق لرامي بن سبعيني وكل لاعبي المنتخب الوطني